تنطلق يوم الساد بطولة كأس حضرة صاحب الجلال عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للقدرة للعموم ضمن سلسلة من السباقات والبطولات التي نظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وذلك في قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة وبمشاركة فرسان المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة أملين صعود المنصة وحمل أغلى الكؤوس بدأت بطولة كأس حضرة صاحب الجلال ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للقدرة للعموم في قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة هذه البطولة التي دائما ما تحظى بالاهتمام والتنظيم الخاص والإعداد المبكر والتي تحمل الإسم الغالي على قلوب الجميع وتشهد تنفسا محموما بين فرسان البحرين والإمارات والدول الأخرى الذين يمتلكون خبرات عالية في رياضة القدرة هذه البطولة تأتي في منتصف الموسم من كل عام ضمن سلسلة من السباقات والبطولات التي ينظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقة القدرة وما يميزها عن غيرها من البطولات حملها لإسم حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وهذا ما يجعلها تخطف اسم أغلى الكؤوس وللسبب نفسه في كل نسخة وقبل البطولة يتلقى الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة توجيهات خاصة من سموب الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة يحثهم فيها على بدل أقصى درجات الاستعداد التي تليق بمستوى هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يعطي الفرق والاستبلات الرغبة الحقيقية والضموح القوي من أجل الفوز والصحود على بنصات التتويج ويشعل قوة المنافسة هذا الكأس الغالي منذ أول نسخة له في عام 2002 كان ولا يزال يحظى بدعم كبير من لدن الفارس الأول والدعم الأكبر لرياضة الفروسية في مملكة البحرين ويعتبر القمة التي يحلم كل الفرسان بالوصول إليها لذلك فإن أسماء الأبطال الذين اعتلوا المنصات في بطولة كأس الملك لا تزال محفورة في تاريخ هذه الرياضة لا يعلوها غبار ولا تمحوها الأيام وفي هذا الصدد فقد استطاع فرسان مملكة البحرين أن يحصل تسعة ألقاب من ضمن خمسة عشر بطولة تحمل هذا الإسم الغالي وكان المركز الأول في أول نسخة من هذه البطولة من نصيب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة في فئة العموم عام 2002 وكررها سموه في عام 2010 وفي عام 2004 فاز باللقب سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة وفي عام 2007 فاز باللقب الفارس جبر الدهسري والفارس عيسى عبدالله في 2011 والفارس يعقوب يوسف في 2012 والفارس رائد محمود في 2014 أما في عامي 2015 و2016 فقد كانت من نصيب الفارس بهدهلال الخاضري أما من الجانب الإماراتي فقد تمكن الفرسان والأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة من انتزاع اللقب في ست نصخ متفرقة وكان اللقب في نسختين متتاليتين عامي 2008 و2009 من نصيب سمو الشيخ حمدان بن محمد المكتوم وكان الدكتور جابر بيطار هو أول إماراتي يحصد لقب كأس الملك في عام 2005 ثم تلاه سمو الشيخ هزاع بن سلطان الانهيان بطال عام 2006 والشيخ سعيد بن مكتوم المكتوم وهو بطل نسخة عام 2013 وإلى يومنا هذا لا يزال اللقب في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعد أن أصر الفارس راشد ذياب المزروعي على أن لا يركب طائرة العودة إلا بصحبة هذه الكأس الغالية إنجازة كبيرة تتحقق على المستوى العالمي بفضل الرعاية الملكية الفائقة التي تحظى بها رياضة القدرة من قبل جلالة الملك المفدى مؤكداً حرص الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة على توفير المناخات المناسبة لإنجاح هذا السباق والخروج بالأهداف الفنية الذي وجد من أجلها في تطوير رياضة القدرة في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر